متابعي قناة النهار لخباري الأولى في الجزائر أهلا بكم مشاهدين إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات الدستور الجديد جاء بمكسب جديد للمجتمع وهو المرصد الوطني للمجتمع المدني باعتباره هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية فهو إطار للحوار والتشاور والاقتراح في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني منحت له صلاحية واسعة وكيف ستسهم هذه الصلاحيات في تفعيل دوره وترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة من خلال المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المرصد الوطني للمجتمع المدني آلية لترقية دوره في مختلف المجالات وكيف ستساهم الصلاحية الممنوحة للمرصد الوطني للمجتمع المدني في تحقيق أهدافه نقاط وأخرى نناقشها بحضور ضيفنا السيد عبد الرحمن حمزاوي رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني مساء الخير سيد عبد الرحمن وشكرا لك على قبول دعوة مشاركة مساء الخير تحية لك ولكل المشاهدين الأكارم شكرا لك بداية سيد عبد الرحمن حمزاوي نتحدث عن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والذي عززت له العديد من الصلاحيات طبقا للدستور الجديد بداية سيد عبد الرحمن حمزاوي في اعتقادك ما هي اليوم أو أي أهمية يكتسيها اليوم المرصد الوطني للمجتمع المدني باعتبار هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة المرصد الوطني لمجتمع المدني هيئة استشارية لدى سيد رئيس الجمهورية جاءت في ظل الإصلاحات التي جاءت في خلال السنتين الأخيرتين وجاء بها تعديل الدستوري الأخير الذي كرس مكان هام للمجتمع المدني وتم إنشاء هذه الهئة الدستورية لدى السيد رئيس الجمهورية حتى تكون الإطار الذي يعمل على ترقية الحركة الجمعوية في الجزائر والتي تعمل أيضا على تعزيز حضور المجتمع المدني والحركة الجمعوية في الساحة الوطنية كفاعل أساسي وبطبيعة الحال أيضا تأتي هذه الهئة كجزء من العملية الإصلاح التي باشرها السيد الرئيس وفاءا والتزاما لمطالب الشعب الجزائري في خلال الحراك وأيضا الكثير من المطالب التي طالب بها الشعب الجزائري في إصلاحات عميقة سواء سياسية اجتماعية واقتصادية وبطبيعة الحال ترجمت هذه الإرادة السياسية لدى السيد الرئيس جاءت في إنشاء هيئة خاصة بالمجتمع المدني ونقول بأن هذه الهئة هي هيئة متميزة وهيئة مهمة لأنه قليل من الدول التي أنشأت هيئة خاصة بالحركة الجمعوية بطبيعة الحال الجمعيات في غالب الأحيان تكون تبع جهاز تنفيذي الوزارة الداخلية وغيرها لكن لأول مرة يتم استحداث هذه الهئة في الجزائر وتأتي ضمن رؤية السيد الرئيس الجمهورية في منح مكانها للمجتمع المدني كفاعل أساسي وبالتالي اليوم يرتقب أن يكون المرصد الوطني للمجتمع المدني هو الإطار الذي سيعمل على تمكين المجتمع المدني من آداء هذه الأدوار التي أقرها لها الدستور وهي أدوار همة على عكس ما كان في السابق يعني كنا نعرف بأنه ربما في فترات سابقة كان المجتمع المدني يؤدي أدوار هامشية أو يوظف في أدوار غير الأدوار الأساسية التي لابد أن يقوم بها ونحن نعرف بأنه الدول المتقدمة التي حققت نمو وحققت تطور وازدها اعتمدت أساسا على المجتمع المدني اليوم الدول المتطورة المجتمع المدني هو الذي يلعب الدول الأساسي في الحياة العامة وبالتالي اليوم الجزائر تحذو حذواته الدول بمنح مكانة للمجتمع المدني ومنح الدول الأساسي للمجتمع المدني في أخلاقة الحياة العامة وفي تحقيق أدوار هامة في المجتمع الوطني وبالتالي اليوم يأتي المرصد الوطني كهيئة دستورية لها أدوار كثيرة ولها مهام كثيرة للإسهام في تمكين المجتمع المدني وتعزيز أدواره في مختلف المجالات طيب سيد عبد الرحمن حمزاوي لما نتحدث عن المرصد الوطني للمجتمع المدني وبالنظر إلى مجمل الصلاحية التي أوكلت لهذا المرصد من أجل عمل على تلقية دوره اليوم في المجتمع وفي كل المجالات هل الأمر هذا كذلك يحكس الإرادة السياسية لأن يكون اليوم المجتمع المدني شريك أساسي وفاعل في مشروع بناء الجزائر الجديدة ليس مثل ما كان سابقا لما نقول مجتمع مدني نقول ممكن يكون تحركات مناسباتية فقط ضمن ورقة طريق غير واضحة طبعا أعتقد اليوم بأن الجزائر تعيش مرحلة جديدة تعيش رؤية جديدة فالعنوان الكبير الذي نسمعه يوميا وهو بناء الجزائر الجديدة طبعا يكون بهذه الإصلاحات العميقة ويكون بمثل هذه الهيئات المؤسسية التي فعلا ستعمل على تحقيق هذه الرؤية في بناء الجزائر الجديدة وأنا أعتقد أيضا بأن المجتمع المدني هو الفاعل الأساسي في تحقيق هذه الإصلاحات العميقة لأن المجتمع المدني هو الذي يؤطر المجتمع وهو الذي يعطي الفرصة للنخب وكل فئات المجتمع حتى تساهم في الحياة العامة فاليوم المرصد الوطني المجتمع المدني مولحت له الكثير من المهام وفق المرصوم الدستوري الذي حدد مهام المجتمع أو المرصد الوطني المجتمع المدني كهيئة استشارية لدى السيد الرئيس لتقديم مقترحات تكون هي خلاصة الحوار والنقاش والتبادل الأفكار بين مكونات المجتمع المدني في داخل الوطن وفي خارج الوطن لأول مرة أيضا الجالية يتشاركها طبعا في ترقية المجتمع المدني أيضا من بين الأدوار الأساسية أو المهام الأساسية الموكلة إلى المرصد الوطني المجتمع المدني هو أيضا ضبط وتحديد العلاقة بين الجمعيات وبين السلطات والهيئات العمومية لأنه في السابق كان فيه بعض التداخل كان في بعض الأحيان يكون فيه تصادم ويكون فيه تضاد ولكن اليوم المرصد الوطني سيساهم ببلوارة رؤية بتحديد المهام والوظائف الحقيقية للمجتمع المدني حتى يكون داعم ويكون مكمل لأدوار الهيئات العمومية سواء الوزارات سواء مختلف الهيئات المركزية أو أيضا حتى المجالس المنتخبة والإدارات على المستوى المحلي حتى تكون هذه العلاقة علاقة التكامل علاقة تعاون ويكون فيه انسجام بين مختلف المكونات حتى نحقق فعلا النمو المطلوب ونحقق إسهام المجتمع المدني بشكل كبير في مختلف المجالات لأنه اليوم عندما نتحدث على الحركة الجمعوية في الجزائر عندنا عدد كبير من الجمعيات سواء الجمعيات المحلية ما يقارب 120 ألف جمعية محلية ما يقارب أيضا 1700 جمعية ومنظمة وطنية فهذه في الحقيقة تاقة كبيرة تزخر بها الجزائر وبالتالي لا بد من الاستفادة منها وهذه من طبعة الحال من أدوار المجتمع المدني لوضع أسس لضبط هذه العلاقة بين المؤسسات العمومية وبين أيضا الحركة الجمعوية طيب سيد عبد الرحمن حمزوي أشرت إلى جزئية جد مهمة الآن نبحث عن علاقة تكاملية بالنسبة لكل فعالية المجتمع المدني كل واحد منها يؤدي دوره على حسب المهمة المنوطة لها اليوم المرصد الوطني المجتمع المدني كيف بإمكانه أن يعمل على تحقيق هذا التكامل حتى لا يكون فيه تداخل حتى يتم العمل على تأطير كل هذه الجمعية الناشطة تحت مسمى المجتمع المدني بطبيعة الحال المرصد الوطني للمجتمع المدني بعد ما يتم تنصيبه إن شاء الله في الأسابيع المقبلة إن شاء الله هل تم تحديد التوقيت بالتحديد لتنصيب المرصد؟ طبعا إن شاء الله فيه التزام من طرف السيد رئيس الجمهورية أنه يتم إن شاء الله استكمال تنصيب المرصد الوطني المجتمع المدني قبل نهاية السنة الجالية إن شاء الله وبالتالي سيكون من بين الأعمال الأساسية التي سيباشرها المرصد الوطني هو وضع هذه الآليات ووضع هذه التصورات حتى تترجم فعلا إلى آليات ميدانية وآليات واقعية وإلى منظومة قانونية فعلا تحدد هذه العلاقة وتضبط هذه العلاقة حتى يصبح المجتمع المدني شريك أساسي للهيئات العمومية ولا يخضع إلى مزاج ربما بعض المسؤولين أو المنتخبين المحليين في بعض الأحيان فيه من يعمل ويفتح المجال للجمعيات للعمل والشاركة وفيه يعني ربما من يهم الجمعيات وبالتالي اليوم سيكون من بين مهام المرصد أنه يقدم مقترحات لوضع آليات حقيقية لهذه الشاركة وخاصة أنه تكون فيه شراكة بين الحركة الجمعوية وبين المجالس المنتخبة لاستفادة من آراء وتصورات وأيضا مقترحات الحركة الجمعوية المعروفة بأنه لديها من الرؤى ومن تصورات والمشاريع والمقترحات اللي بإمكانها أنها تساهم في التنمية المحلية وبالتالي رح تكون يعني من بين الأولويات الأساسية اللي رح يشتغل عليها المرصد لوطن المجتمع المدني هو يعني ضبط هذه العلاقة ولعمل على تفعيل هذه العلاقة بين الحركة الجمعوية وبين مختلف الهيئات العمومية وبين المجالس المنتخبة طيب هل هذا الأمر السيد عبد الرحمن حمزاوي كذلك يدفعني للحديث عن جزئية جد مهمة لما نتحدث عن المرصد الوطني للمجتمع المدني وتحدث عن المجتمع المدني كذلك دوره في مختلف المجالات وضمن كل هذه الهيئات العمومية هل تعتقد بأنه حتى يتم وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بما هي المجتمع المدني وأدواره داخل المجتمع هل لابد من العمل على جزئية جد مهمة تتمثل أساسا في الانتقال من عمل جمعوي كلاسيكي إلى عمل جمعوي يكون احترافي ويكون في نفس الوقت مؤسساتي طبعا اليوم في الواقع نرى بأنه فيه نماذج لجمعيات تقوم بأعمال ومشاريع رائدة في مختلف المجالات إذن تحدث عن مجال التضامن والتكافل شفنا أروع الصور في الأزمات اللي مرت بها حقاستن جائحة كوفيد طبعا إذن تحدث على الأزمة الصحية تحدث على أيضا الأزمة الحرائق اللي كانت في عدة ولايات في العديد من ولايات الوطن شفنا هبة كبيرة من طرف الجمعيات وأصبحت الجمعيات فعلا تقدم خدمات من الموسى للمجتمع سواء ما يتعلق في الجانب الصحي الجانب التعليمي الجانب النظافة والبيئة الجانب الاقتصادي أيضا والمؤسسات وغيرها من المجالات اللي يساهم فيها الحركة الجمعوية وبطبيعة الحال الحركة الجمعوية مجالها واسع وكبير في العمل واليوم أيضا تعزز جانب مهم اللي تحدثوا عليه وهو جانب الحريات على مستوى أو في الدستور الجديد وبالتالي اليوم الجمعيات لا تنتظر الإعاز من أي جهة حتى تتحرك اليوم الحمد لله شفنا بأنه فيه تحرير حقيقي لفعل المجتمع المدني في عمله وهذا الشيء اللي يخلى المبادرات تتحرر وشفنا الكثير من النخب اللي كانت تعزف على الانخيرات في الجمعيات في السابق من إطارات ومن كوادر في مختلف المجالات اليوم فيه انخيرات في العمل الجمعوي وأيضا فيه خاصة في الجانب المتطوعين يعني شفنا تزايد في عدد المتطوعين في مختلف المجالات وهذا بفعل هذا البيئة اللي تخفت خاصة فئة الشباب منهم وطلب الجمعيين اللي كان فيه انخيرات كثيرة نعم طبعا فيه انخيرات كبيرة من فئة الشباب وطلب الجمعيين وغيرهم من النخب أيضا حتى فئة المرأة اللي كانت ربما في السابق عاملها محدود في الحركات الجمعوية اليوم فيه يسهم كبير من المرأة في العمل الجمعوي فيها أيضا حتى جمعيات نسوية أيضا تساهم في ترقية أداء المرأة في مختلف المجالات سواء ما يتعلق أيضا في العامل التضاموني فيجانب التعليمي فيجانب أيضا الحيرف وغيرها اللي شفنا العديد من الجمعيات يعني تساهم في هذا الإطار وبالتالي اليوم ما ينتظر من الحركة الجمعوية طبعا ينتظر منها دور كبير وبالتالي اليوم الكرة في مرمى الحركة الجمعوية أنها ترتقي بأدائها وتتكيف فعلا مع هذا المكان الذي منحها لها الدستور حتى نتخلص من الممارسات الماضية التي كانت فيه صورة لدى المجتمع بأنه فيه العديد من الجمعيات سواء نسميها جمعيات مناسبتية أو جمعيات أهدافها جد محدودة اليوم لابد من أن نساهم جميعا تغيير هذه الصورة النمطية وأيضا مرافقة تدعم الجمعيات حتى تأدي أدوار هامة في المجتمع وخدمة المجتمع في مختلف المجالات طيب الاهتمام بالجمعيات حتى تؤدي أدوارها سيد عبد الرحمن حمزاوي هناك كذلك الأمر يقودنا للحديث عن ضرورة مراجعة تلخرين النصوص القانونية المتعلقة بالجمعيات حتى تتماشى مع الدستور الجديد هل يمكن اعتبارها كذلك من بين أولويات فيما تعلق بالقوانين المتعلقة بنشاط الجمعيات أكيد من مهام المرصد أنه يساهم باتقديم مقترحات في القوانين المتعلقة خصوصا بالحركة الجمعوية وشفنا في السابق أن الجمعيات كانت طالب بالكثير من التعديلات الخاصة بقانون الجمعيات اللي ربما كانت فيه بعض الإختلالات أو بعض التقييد اللي كان يقيد نشاط الجمعيات وخاصة إنشاء الجمعيات والشي اللي شفناه من بين الإصلاحات اللي جاب بها الدستور الجديد في باب الحرية هو تسهيل عملية إنشاء الجمعيات وفتح مجال واسع لإنشاء الجمعيات لأنه اليوم تقديم ملف لإنشاء الجمعية أصبح شيء سهل فيما يخص الحصول على تصريح فقط وليس كما في السابق اعتماد رسمي وكان ربما يأخذ آجال طويلة ومدة طويلة وكانت الكثير من الجمعيات تنتظر مدة طويلة وما تخذش الإذن بالنشاط وبالتالي اليوم الآلية اللي جاب بها الدستور الجديد وستترجم في القانون الجمعيات الجديد حتى تكون فيه تسهيلات أكثر لإنشاء الجمعيات وأيضا لمرافقتها وتسهيل عملها فاليوم فيه مشروع قانون يتم تحضيره حتى يعرض على البرلمان وأكيد رح تكون فيه مشاركة في المقترحات التي تقدم في هذا المشروع الذي تعكف عليه وزارة الداخلية لتقديمه للبرلمان ونحن استشيرنا كمرصد للمجتمع المدني بطبيعة الحال بصدد إعداد المقترحات اللي رح تكون إن شاء الله اللي رح يقدمها المرصد كمساهمة في هذا القانون اللي رح يعرض أمام البرلمان والشيء المهم أيضا أنه سيتم إشراك الجمعيات في حداتها في هذا المشروع لأن الجمعيات أيضا عندها رؤية وعندها مقترحات فيما يخص قانون الجمعيات لأنه هي المعنية به بالدرجة الأولى فنرتقب أنه يكون هذا القانون في مستوى طموحات الحركة الجمعوية يسهل أكثر إنشاء الجمعيات طبعا وأيضا يسهل مرافقة ودعم الجمعيات في عملها وفي نشاطها وبالتالي هذا الشيء رح يخلينا نتخلص من الاختلالات والثغرات اللي كانت موجودة في القانون السابق وهذا الشيء اللي رح يشجع أكثر على إنشاء مزيد من الجمعيات في المختلف المجالات اللي اليوم المجتمع ينتظر يعني أنه يتم تأثير المبادرات والمشاريع والأفكار الموجودة لدى الكثير من فئات المجتمع حتى تترجم في آليات أو في أطر قانونية متمثلة في جمعيات سواء محلية أو وطنيات جمعيات مهنية جمعيات حرفيين جمعيات يعني في مختلف المجالات في لاحة وغيرها من المجالات اللي ننتظر أنه يتم إنشاء جمعيات جديدة تقدم إضافة للمجتمع والوطن في يعني إطار ديناميكية الجديدة وخصوصا لما نتحدث اليوم على التحدي الاقتصادي اللي يساهم فيه الحركات الجمعوية بشكل مباشر يعني من خلال المبادرات من خلال المشاريع وبالتالي يعني ننتظر أنه هذا المشروع القانون رح يساهم كثير في إنشاء العديد من الجمعيات وساهم إلى تشجيع عمل ونشاط الجمعيات بشكل أكبر في المستقبل إن شاء الله طيب في اعتقادك كذلك سيد عبد الرحمن حمزاوي اللي متحدث عن مشروع القانون متعلق بقانون الجمعيات ما هي النقاط اللي ممكن تعتبروها أولوية لابد أن تكون ضمن هذا مشروع القانون بطبيعة الحال أول شيء يعني نتحدث على يعني الآليات القانونية لإنشاء الجمعيات يعني أنه تكون فيه تسهيلات حقيقية يعني إنشاء الجمعيات بدرجة الأولى وهذا الشيء فيه الدستور أيضا لابد أنه يكون مستوعب لمختلف مجالات وتخصصات الجمعيات لأنه اليوم فيه العديد من التجارب الناجحة دوليا ويتم يعني إسقاطها محليا وأيضا فيه حتى بعض الشراكات يعني بين أو التبادل بين الجمعيات المحلية وجمعيات الدولية فيه يعني العديد ربما من الثغرات اللي كانت في السابق في دعم الجمعيات في حدتها يعني فيه الكثير من الجمعيات بحاجة إلى يعني إعانات ولكن في السابق ما كانتش العملية مضبوطة بشكل جيد يعني بآليات واضحة وكانت ربما في السابق بعض الجمعيات التي تستحق الدعم ما كانتش تاخذ الدعم والعكس كذلك جمعيات لا تستحق لكن تستفيد من هذا الدعم طبعا أيضا فيه اليوم يعني السيد الرئيس الجمهورية يعني تعهد بأنه راح يتيم يعني منح صفة المنفع العمومية للعديد من الجمعيات وبالتالي القانون لابد أنه يضع آليات لمنح هذا الامتياز لبعض الجمعيات اللي راح يتقدم خدمة جليلة للمجتمع والوطن وبالتالي ربما هذه بعض المحاور اللي راح يتناولها القانون الجديد للجمعيات لكن الهدف الأساسي هو خلق بيئة أو منظومة قانونية محفزة لإنشاء الجمعيات وأيضا محفزة ودائمة لنشاط الحركة الجمعوية في إطار الحريات التي كفى لها الدستور الجديد حتى تكون فعلا الحركة الجمعوية في الجزائر في نموذج إقليمي ونموذج عربي ولما لا دولي في هذا المجال لأنه شفنا اليوم فعلا بأنه فيه ديناميكية جديدة في الحركة الجمعوية أصبحت ترافق لنقول كل مسارة التغيير وحتى المحطات لراه اليوم تمر بها الجزائرية بحاجة كذلك لإشراك فعالية المجتمع المدني أكيد هذا بفضل الإرادة السياسية لدى السيد الرئيس الذي من بداية توليه الرئاسة الجمهورية كان منح هذا المكان المجتمع المدني وفعلا قال بأن المجتمع المدني يكون هو الحليف الأساسي للدولة وأيضا هو الضامن لاستقامة الدولة وبالتالي المجتمع المدني اليوم ينتظر منه فعلا أن يكون قوة حقيقية فائلة في المجتمع وفي الوطن يساهم في إخلاقة الحياة العامة وبالتالي هذا هو الدور الأساسي الذي ينتظر من المجتمع المدني في المرحلة الرهنة طيب سيد عبد الرحمن حمزوي نتحدث الآن عن أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني أنه يتكون من رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني بالإضافة إلى خمسين عضوا أين وصلت مرحلة تعيين أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني؟ طبعا فيه مرسوم رئاسي يحدد تشكيلة المجتمع المدني فكما تفضلت لي فيه خمسين عضو وكلهم مثل كفاءات وإطارات المجتمع المدني بطبيعة الحال فيه استشارة لاختيار الكفاءات التي ستكون ضمن الخمسين عضو لأنه هذا الخمسين عضو مصنفين فيه من يمثل المنظمات والجمعية الوطنية فيه مثل الاتحادات والنقابات والهيئات الأخرى فيه أيضا ممثلين للجالية من خارج الوطن فيه كفاءات أيضا المجتمع المدني وفيه أيضا ممثلين عن القطاعات أو القطاعات الوزرية كملاحظين يعني أهم شيء أنه كل القطاعات الوزرية لا مشكلة القطاعات لكن الأهم القطاعات لعندها علاقة بالمجتمع المدني يعني عندها عضو في المرصد كملاحظ يعني أو بصفة استشارية يعني ولا يتداول حتى يعني تمنح صفة الاستقلالية لمجتمع المدني لأنه يتكون أساسا من أعضاء من الحركة الجمعوية وبتابعة الحال يعني الاستشارات التي تمت وإن شاء الله رح يكون يعني اختيارهم في القريب لأنه فيه لجنة كما هو وارد في المرصوم تكون من يعني الهيئات الاستشارية لدى السيد الرئيس هي التي ستعمل على اختيار يعني أحسن الأعضاء التي توفر فيهم الكفاءة ليكونوا ممثلين في المرصد لكن احنا هم شيء نقوله بأن المرصد الوطني لمجتمع المدني ليس مجلس تمثيلي ولكنه هيئة استشارية عنده العديد من الأدوار منها رصد يعني واقع المجتمع المدني يضع خطط وتصورات وبرامج لترقيق الحركة الجمعوية تقديم مقترحات يعني في كل ما يتعلق بتمكين المجتمع المدني لأدواره وبالتالي رح تكون فرصة يعني لاختيار يعني بعض أو اختيار الكفاءات اللي رح يمثلوا المجتمع المدني خلال هذا المرصد ليؤدي يعني المهام المانوطة به لكن نقول أيضا شيء مهم جدا لأول مرة يتم إشراك الممثلي الحركة الجمعوية من خارج الوطن في هذه الاستشارية وهذا شيء مهم جدا أيضا فيه نقطة مهمة ما مدى أهمية إشراك اليوم أعضاء من الجلية الوطنية من هذا المشروع المرصد الوطني لمجتمع المدني لابد أننا نقر بأنه في السابق كانت الحركة الجمعوية للجلية كانت معزولة على الداخل يعني أدوارها كانت محدودة في الكثير من الأحيان تكون فيها عراقيل لمساهمة الجلية في الكثير من المبادرات ولكن اليوم في إطار المرصد الوطني في إطار هذه الرؤية التي جابها الدستور وجابها المرصوم المرصد الوطني سيجعل الحركة الجمعوية للجلية الجزائرية تساهم بشكل مباشر ويكون فيه تنسيق ويكون فيه أيضا تأثير للجلية خارج الوطن وهذا شيء مهم جدا لربط المواطنين الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن ويحسوا فعلا بأنه عندهم علاقة مع وطنهم ويقدروا يساهموا بالكثير من المبادرات اللي شفناها يعني خاصة في فترة كوفيد اللي بينت وبرزت يعني دور الجلية في إسهامهم مثلا في فترة يعني هذا الكونسنتراتور نقص بدت الأكسجين اللي شفنا خلال طبعا يعني كان فيه مجثرة وفيه كثير من المبادرات يعني حتى في المجال العلمي مجال ابتكار يعني اللي يساهم فيه الجلية وبالتالي اليوم يعني ستكون فيه رؤية يعني الاستفادة من هذه الخبرات لدى الحركة الجمعوية للجلية الجزائرية خارج الوطن أيضا شيء مهم أننا نوضحوه فيما يخص تشكيلة المرس الوطني بأنه يخضع إلى تجديد في أعضائه كل سنتين فيه تجديد نصفي مثل ما هو معمول به في مجلس الأمة وبالتالي رح تكون فيه فرصة للاستفادة من أكبر عدد من جمعيات وحتى الجمعية اللي تكون عندها عضوية يعني في عهدة ما يسمح لهاش القانون تكون في العهدة اللي بعدها وما يسمحش أيضا لعضوين من جمعية واحدة في تركيبة المرسد في العهدة وبالتالي هذا اللي رح يخليه شفافية كبيرة ويكون فيه تنوع كبير ويكون فيه تنوع وتعطى فرصة لأكبر عدد من الطاقات والكفاءات من المجتمع المدني حتى تساهم في المرسد الوطني لمجتمع المدني وبالتالي يعني من خلال التحضيرات الجارية رح يكون إن شاء الله في مستوى تطلعات الحركة الجمعوية ورح يقدم إضافة مهمة للحركة الجمعوية في عملها وفي أداء مهامها إن شاء الله طيب سيد عبد الرحمن حمزاوي نتحدث عن المجتمع المدني ونتحدث عن مختلف أدوار وفي كل المحطات الانتخابية نحن مقبلون على انتخابات محلية بتاريخ 27 من شهر نوفمبر لعل أنه اليوم نشهد نشاط للحركة الجمعوية أي دور لها في محطة المحليات طبعا لابد أننا نأخذ هذه النقطة من جانبين الجانب الأساسي هو أن المجتمع المدني دوره الأساسي هو ترسيخ قيم المواطنة الحقيقية إذن نتحدث على أهم شيء في قيم المواطنة نتحدث على تكريس الفعل الديمقراطي في حداته شفنا في السابق بأن الكثير يعمل على توظيف المجتمع المدني خاصة جهات أجنبية لضرب ربما هذا القيم في الوطن في حداته وفيه أصوات ناشاز لا تمثل المجتمع المدني في السابق وكانت دايما تعمل على أنها تزرع البلبلة خاصة في البحثات الانتخابية سواء انتخابات رئاسية وغيرها لكن اليوم نعتقد بأن المجتمع المدني له الدور الأساسي في ترسيخ هذا الفعل الديمقراطي كثقافة لدى المواطنة الجزائري فهذا هو الدور الأساسي دون ما يكون فيه تداخل سيد عبد الرحمن حمزاوي لما أنه تحدث عن المرسل الوطني المجتمع المدني لما تم إنشاء أوثير الجدل قيل بأن المجتمع المدني رح يحل محل أحزاب السياسية طبعا أنا حبيت أن أكد هذا الشيء بالعكس المجتمع المدني الأحزاب السياسية وكل مكونات الساحة لابد اليوم أنهم يتفائلوا خير بدور المجتمع المدني لأن المجتمع المدني مكمل وأيضا مساعدوك وأيضا هو اللي يخلق البيئة هذه اللي تكون فيها قيم المواطنة ويكرس فعلا الفعل الديمقراطي في العملية الانتخابية وأيضا هو الضامن للنزاهة والشفافية وكل الآليات المعتمدة في العملية الانتخابية اليوم شفنا في السلطة الوطنية للمستقلة الانتخابات فيها ممثلين للحركة الجمعوية وبالتالي هذا يعني إيمانا بدور الممثل المجتمع المدني في مثل هذه الهيئات لأن المجتمع المدني هو الضامن لتكريس النزاهة والشفافية واليوم شفنا فعلا بأنه يعني الكل يعني متفاء الخير بهذه الآليات يعني في العملية الانتخابية وشفناها في الانتخابات الرئاسية وأيضا في الانتخابات الشريعية واليوم إن شاء الله أيضا في الانتخابات المحلية وبالتالي دور المجتمع المدني أساس هو يعني تكريس الفعل الديمقراطي والمساهمة في يعني أخلقة أو الضامن نزاهة العملية الانتخابية والأمر الآخر هو نشر الوعي لدى المواطن بضرورة المساهمة الإيجابية في مثل هذه المحطات لأنه محطة لاختيار ممثلي الشعب في أهم دون ما يكون فيه تداخل وأن يحل محل الحزب السياسي عندما تحدث عن التداخل المجتمع المدني لا يكون بديلا عن الأحزاب السياسية لأن هذا التخوف الذي كان متروح بأنه سيوظف المجتمع المدني كبديل لا الأحزاب السياسية هدفها الأساسي هو الوصول إلى السلطة من خلال منافسة انتخابية لكن المجتمع المدني لا ينافس على الوصول إلى السلطة المجتمع المدني دوره نشر الوعي في المجتمع المساهمة في التماسك الاجتماعي زرع قيم الوطنية وقيم المواطنة المساهمة ببرامج ومشاريع تساهم في خدمة المجتمع في مختلف المجالات وبالتالي لابد أن نوضح هذه النقطة ونحن نعمل على مستوى المرسد إن شاء الله من خلال الملتقيات والدورات والأعمال اللي رح يقوم بها المرسد على فعلا زرع أو غرس هذه الثقافة لدى المجتمع المدني أساسا وأيضا لدى الرأي العام حتى يتم فهم فعلا الدور الأساسي لمجتمع المدني لأنه الكل مطالب أنه يدعم المجتمع المدني ويمد يده للمجتمع المدني حتى يؤدي هذا الدور الأساسي اللي فعلا رح يضمننا التغيير الإيجابي في كل القضايا الوطنية طيب سيد عبد الرحمن حمزوي كذلك من بين الأدوار التي أصبحنا نشهدها مؤخرا بالنسبة للمجتمع المدني فيما تعلق أساسا بتقوية الجبهة الداخلية والكل يلاحظ اليوم التطاول والتكالب ضد الجزائر لأنه كثير من الأطراف المعادية مشروع الجزائر الجديدة أصبح يزعجها الأمر اللي يجعل من النجتمع المدني ضرورة أن يلعب دور أكبر من خلال العمل على تقوية الجبهة الداخلية ربما الرسالة اللي نقولها في هذا الموضوع بالذات لأنه لما يتعلق الموضوع بوحدة الوطن وبتماسكه لكل مطالب أنه ينخرج المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي بغض النظر على تخصصات الجمعيات سواء كانت رياضية ثقافية فنية لكن لما الأمر يتعلق بالجزء الفي ولا بيني طبعا وإحنا شفنا الكثير من تجارب الجمعيات نتحدث على بعض الجمعيات الثقافية مثلا وحتى الرياضية قبل ما تبدأ نشاطها مع منخارتها يكون فيه عملية توعية في مثل هذه القضايا خاصة الوطنية وهذا شيء مهم جدا وحتى نشاطها تربطه بغرس الروح الوطنية وهذا شيء مهم فلا يمكن عزل المجتمع المدني على مثل هذه القضايا الأساسية في البلاد واليوم أعتقد بأن هذا من صاميم دور المجتمع المدني أنه فعلا يعمل على إشاعة الوعي يعمل على تنشئة إذا صح التعبير مناءة مجتمعية حقيقية من مثل هذه المخاطر التي تتهدد الوحدة الوطنية وتريد أن تضرب استقرار الوطن من داخل أو من الخارج شفنا اليوم فيه حركات إرهابية مسمات بإسمائها عندها مشاريع لضرب المجتمع الجزائري وفيه الكثير ممن سعى إلى توظيف الحركة الجمعوية في هذه المشاريع وبالتالي اليوم لا بد أن يكون فيه عمل ممنهج يكون فيه الدور أساسي للحركة الجمعوية في حماية المجتمع في حماية الشباب خصوصا من هذه الأفكار الهدامة وغرس الروح الوطنية الحقيقية والإسهام في الحفاظ على النسيج المجتمعي الجزائري بمختلف بالتنوع الذي فيه فإحنا لما نتحدث اليوم الخطر ما هو من ربما التنوع الفكري أو التنوع الإيديولوجي وهذا الشيء معروف في كل الدول لكن الخطر لما تكون فيه أفكار معادية تريد أن تضرب وحدة الوطن وثوابته وتاريخه وهنا لابد للمجتمع المدني أن يكون فعلا مجتمع مدني له من المشاريع شيء اللي تكون عنده رؤية استباقية لحماية كل فئات المجتمع وحماية الشباب خصوصا من مثل هذه الأفكار الهدامة اللي رهي تجي خصوصا وتستغل مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي لابد أن يكون فيه بديل ويكون فيه نشر للوعي في مختلف فئات المجتمع للحفاظ فعلا على تماسكنا الاجتماعي ولتعزيز اللحمة الوطنية أكثر طيب الحركة الجمعوية كيف بإمكانها أن توظف خلينا نقول مجمل الآليات التي تمتلكها حتى يتم خلينا نقول قطع الطريق أمام كل هذه المحاولات لأصبحت اليوم تستهدي في الجزائر أعتقد اليوم في الجزائر عندنا إرث كبير عندنا تاريخ مجيد تاريخ مليء بالبطولات منذ آلاف سنين فأنا نتحدث فقط على الثورة التحليلية وإذا نتحدث على الثورة التحليلية هي وحدها فقط فيها من الرموز وفيه من البطولات شيء اللي لابد أن يوظف فعلا لتعزيز هذا الروح الوطنية لدى الأجيال الحالية لأنه اليوم عندنا قدوات ضحة بأنفسها بأغلى ما لديها حتى يتحرر الوطن وبالتالي أعتقد هذا الشيء تتميز به الجزائر على الكثير من الدول اللي ما عاشتش يعني وما عندهاش هذا الإرث التاريخي وبالتالي هذا الخزان فقط يكافي يكافي اليوم أيضا لابد أنه ننتقل من أدوار ربما بعض الأدوار الشكلية لابد أن الحركة الجمعوية ترتقي إلى مثل هذه الأدف الأساسية حتى تكون عن مستوى كل التحديات طبعا حتى تكون في مستوى الرهانات الحالية اللي رهي الآن يعني ربما تتربس بالجزائر وتعمل على الحفاظ على الوطن من مختلف التهديدات أشكرك جزيلا شكرا سيد عبد الرحمن حمزاوي رئيس المرسد الوطني المجتمع المدني جزيلا شكرا لكل هذه التفاصيل التي قدمتها العفو شكرا لكم مشاهدينا بهذا النص الوئيكم إلى الختام أطيب المونى وفي أماني